المرجو الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليسيلك الجديد عند وضعي في القناة وشكرا لكم السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديليل دائما الهام شنال جزبا ان شاء الله تكونوا بخير والأخير تكونوا فرحانين تكونوا ناشطين تكونوا مورد لكم زينوف تماما عن جميع السيدات عن جميع الحبيبات المتتبعات الغزالات الوفتيات على القناة ديليل هي اكيد دائما الهام شنال لغسط ديليم وللوصفة ديليم ان شاء الله ستكون وصفة مختصة بالتخلص من الشعر الزائد فبملعقة تخل واحدة تخلصي من شعر الجسم والمناطق الحساسة نهائيا لن ينبس لكي مجددا حتى لو كنتي مشعرة يعني حتى وإن كان عندك شعر كتير وكينمو بشكل كبير بزاف فغدي تتخلصي منه بواسطة هاد لغسط هاد لغسط هادي وأيضا ما غديش يبقى ينمو فانتمنتنا لإعجاب ديالكم هاد لغسط نتمنت تستفدو منها وأهم شيء هو أنه هاد الفيديو تباقتا جاوي ويوصل بزاف ديال الناس بزاف ديال السيدات يعني تباقتا جاوف لكم في فيسبوك تباقتا جاوف موقع التوصول للجميع الشخصية ديالكم أيضا في واتساب مع صديقات ديالكم أو لفامي ديالكم لي كهم هالأمر وكتعني من شعر الزائد فقبل ما انتعرفوا على مكونات لغسط وطريقة تحضيرها واستخدامها واستعمالها فانبغين نرحب البنات وسيدات وبكل من كيزور هاد القناة أكيد سواء الناس الجدود أو ناس القدامة في القناة فهم مرحبا بالكل لكن تقول مرة كتزوروها فما تنسوش تضغطو على زيل اشتراك الموجود أسفل فيديو وضغطو على زيل جرس وتابعونا على موقع التواصل الاجتماعية جميع الرابط فسوهم دو قل وصف يعني ممكن تخلي بي علي مساجون بخي فيديو لكم مشنو تبقوا تشوفو في الفيديوهات القادمة أو ممكن تسولوني يعني أي سؤال كيخص أي موضوع أو لأي وصفة فمرحبا بي على رأسي وعني وبسم الله على بركة الله مشيون تعرفوا على مكونات هاد الوصفة اللي غادي تكون شاء الله بالخل الأبيض يعني كمكون رئيسي معنا في هاد الوصفة هو الخل الأبيض طريقة تحضيرها واستخدامها واستعمالها أيضا فأول مكونات غادي نحتاجوا لي في هاد الوصفة غادي نحتاجوا الخل الأبيض أنا أخذت هاد النوعية هادي ممكنتم تأخذوا أي نوعية متوفرة عندكم في البيت أو في المنزل سواء هاد نوعية ديستاغ أو أي نوعية وحدة أخرى ممكن تكون نوعية مزيانة أنا هادي صراحة أجربتها ميران وتكرارة تمانديل جيد مناسب وحتى النتيجة صراحة مزيانة فأي نوعية ديستاغ الأبيض فاستخدموها في هاد الوصفة بالنسبة الثاني مكونات غادي نحتاجوا لي هو جيل دوش فكيجيب هاد الشكل أنا خديته هنا بالنكة ديال الكوك أنتو ممكن تاخدوه بالنكة ديال الفخيز المشماش الخوخ فرمان يعني أي نكة هاك تبغيوها في جيل دوش فممكن تاخدوها به بشرط أنها متعملش ليكم الحساسية أنا هاد الجيل دوش هادا كنستخدمو بكسببش ليه حساسية نهائيا وأنتو ما أكيد لكم حرية الاختيار في النوعية ديال الجيل دوش اللي بغيتو نحتاجه workloads Turkey ومن بعد غادي نحتاجه الثالث مكون ليه هو الشفرة اللي كاتجيب هاد الشق هادا فغادي نحتاجه هذه الشفرة لأنه هي أغلب السيدات كي استخدموها الإزالة تتعاني بزيف سيدات كيي استخدموها فغادي نحتاجوا لهاد الشفرة هذه وغادي نحتاجه القطع خطن اللي كاتجيب هاد الشكل هادا فهدو هم كل العناصر اللي غادي نحتاجو فاد الوصفة كما لاحظو معايا وصفة اليوم هي بسيطة فيها غير جوش دي المكونات يعني خل الابيض وايضا يعني يجيل دوش بأي نكه بغيتو وشفرة وقطعة فقطنين يعني وصفة اليوم سهلة مهلا من أسهل ما هي يكون صراحة ومن أبسط الوصفة لإزالة الشعر فبعد ما تعرفنا على مكونات الوصفة غنزول الالطريقة تحضيرها واستخدامها واستعمالها أكيد وتطبيقها وكل هاد التفاصيل هادو غادي نشرحهم لكم في هاد الفيديو لأنه بزاد السيدات كيبغوا يسولوني كيفاش غنزولوا الشعر واش بها الطريقة أو بها الطريقة فانا غنشرح لكم لديتين شاء الله فأول شي غادي ناخدو واحد الإناء فارغ بهاد الشكل وغادي نضيف الكمية يعني المناسبة ديال جيل دوش هنا 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 غنستخدم جوشة المعالق هتجيل دوش هادا في وحدنا هاد يالخوء ديال الكوك رائعة جدا يعني انتم محاولوا تاخدو اي لك ها كتعجبكم من بعد غادي نضيف له الخل الابيض فكنا نحاولو اننا ننخلطو مزيان باش هكدا نخرجو واحد الرغوة باش نزولو بها الشعر الزائد دروري ما نخلطو مرارا وتكرارا حتى نحسو على فقاعات او رغوة بهذا الشكل هذا سابرا نظيف الريد او رغوة بهذا الشكل او رغوة بهذا الشكل ثقة نظيفها 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 نظيفت نظيفها فبعد ما كتصبح بهذا الشكل هذا هانتوما أنا غا نحاول نقربها أكتر باش تشاهدوا كل الفقاعات أو ذيك الرغوة اللي حصلت عليها ناسكم تخلطوا مراراً وتكراراً حتى تحصلوا على هذا الرغوة أو هاد الفقاعات هادو يعني مش غير تعملوا الخل الأبيض والجلدوش وتحبسوا إنما ضروري ما تخلطوا مراراً وتكراراً حتى تحصلوا على فقاعات بهذا الشكل فبعد ما تحصلوا على رغوة أو فقاعة بهذا الشكل هذا فالوصفة كتصبح جاهزاً للاستخدام هدي تاخدوا شفرة أي شفرة كتناسبكم أي نوعية أي اسم بغيتو أي ماركة أكيد ومن بعد غادي تجيبوها وغادي تغمروها بهذا الشكل هذا هدي تغمروها مزيان وتاخدوا أي منطقة موجودة في الجسم ديلكم وتبدو كتزولوا بها الشعر بهذا الطريقة هادي طريقة المعتادة ولكن بهذا الوصفة هادي بشعر ما يبقاش ينمو نهائياً أو بهذا المحلول هذا بشعر ما يبقاش ينمو نهائياً وإلى الأبد فصدقوا نجربوها وردوا علينا في التعليق فأكيد أنا في انتظار تعليقاتكم يعني كنين سيدات غايقولوا لي يعني استخدمتي غير الشفرة يعني ماشي شي حاجة جديدة وإنما المحلول هو اللي غادي يخلي لنا أنه الشعر ما يبقاش ينمو نهائياً أما الشفرة أكيد راح ناكلنا سيدات كنعرفوها وكنستخدموها بزا فكنزولو بهذا المحلول هذا الشعر الزائد بعد ما كنزولوه كنغسلو هاد المنطقة مزيان كنغسلوها من هاد الخل هذا وجيلدوش مزيان ومن بعد كندوزو المرحلة الأخيرة أو الخطوة الأخيرة اللي هي أنا ننخدو القطن يعني فتعة قطن بهذا الشكل ومن بعد كناخدو خل آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ سواء العناء او الابطين او اي منطقة زونا من هالشعر الزائد بهذا المحلول بهذا الشفرة فبعد مباشرة بعد ما نوصلوها ونشوفوها كان نخدو هاد قطعات دي القطن وكان نغمروها بالخل ابيض وكان نتابو بهذا الشكل هذا في اي منطقة بنسبة السيدات اللي غاي سولوني ففي اي منطقة تفرع عندكم في الجسم ما فيها يعني يزولتم من هالشعر الزائد فهي اللي غادي تبقو عليها هاد الخل هذا بالنسبة السيدات اللي عندهم حساسية من الخل الابيض او الخل بصفة عامة فما نصحهمش بالوصفة نهائيا يعني من الاحسن انهم ما يستخدموهاش اما الناس اللي معدهم حتيش مشكل مع الخل بصفة عامة سواء يعني الابيض او انواع اخرى فما كان حتيش مشكل الى استخدمو هاد الوصفة هاد فبعد ما كتحسوا بيها انشفات فكتعاودوا للمرة التانية على التوالي انكم تعاودوا تغمروها من اول وجديد كان يتعاودوا واضفوا لها الخل الابيض بهذا الشكل وطابو الكل فهذه الطريقة كما كنوريكم انا الان على اليد دي علي وكانت هادي هي الوصفة ديال اليوم السهلة مهلا بسيطة فيها جزي المرحلات المرحلة الاولى يعني هاد المحلول هادا كنوضعو فيه الشفرة وكنزولو الشعر الزائد والخطوة التانية وللمرحلة الاخيرة اللي هي اننا ناخدوا القطعة ديال القطن ونضيفوا لها الخل الابيض ونطابو الكل يعني وصفة سهلة مهلا بسيطة وورخيصة واهم شيء اهم شيء انها في متناول الجميع يعني اي سيدة ممكن تجربها وتستخدمها في البيت ديالها بدون اي مشكل وكما قلت لكم الناس اللي عندهم حساسية من الخل فيبساعدو اه اه لا هاد لاغوست هادي الا الناس اللي معدهم حتشي مشكل مع الخل بجميع انواعو باصنافو اكيد فانتمنى ان هاد الفيديو الاعجاب ديالكم بتنسوش ان هاد لاغوست باغتجه بزاف باش هكده توصل بزاف ديالن السيدات اللي كيعانوهم المشكلة ديال ازالة الشعر كيما قلت لكم فبملعقة تخل واحدة ان شاء الله غتخلصي من الشعر ديالجسم والمناطق الحسسة نهائيا وأهم شيء أنه الشعر ما غديش يبقى ينبس أو لا ينمو لكي مجددا حتى ولو كنت يمو شعر يعني حتى وإن كان عندك شعر ينمو بشكل كبير أو لكان الشعر يعني بكمية كثيرة بزاف فغدي تخلصي منه بهذا الوصفاء هذه فكان هذا هو الفيديو دي اليوم أتمنى أنكم سفتم منه سواء بالقليل أو بالكثير المهم هو الاستفادة لا تنسوا ناش بيك لايك لهذا الفيديو تشاركوه في القناة ضغطو على زي الجرس تابعونا على موقع التواصل الاجتماعي جميع الرابط في صندوق الوصف ومعادي معكم جديد إن شاء الله في فيديو القديم بإذن الله تعالى